السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم في انطباع منغا و بي سواء شجي زي سرو الفصل الف واثنين وتسعين نار يا حبيبي وشرار ما هذا الذي تفعله يا اودا ما هذا الجنون ما هذا الانفجار ما هذا الارتفاع في رتم الاحداث وسقف الاحداث يا الهي يا الهي هذا الكاتب لا يتوقف عن ابهارنا طبعا صفحة الغلاف رسمها حق جيم بي واسماك تحيط ابا طلب حدير سملة درس ماذا مو مهم نبدأ على طول مع الصفحة الاولى اليوم السابق في ماريجوة كاتب روجع يوم قبل المعركة اللي حامية الوطيس حاليا في انجهد طبعا ليسبب واضح السبب يبين في نهاية الارتفاع بس خلوكم معاي بدوا الجنود يصرخون لقد تمكر من التسلق العبد المنيع كما قد عاد اوقفوه حالا ايهو الجنود وطلقوا في طح انفجارات كده على حفة الجبل جهة ماريجوة طبعا الارتفاع تصير بجوار قصر بنجايا قصر بنجايا هذا القصر الملكي اللي يستقبلون فيه القروسي ملوك العالم اللي الجمعون حق اجتماع الريفري وجايبين كده جنود مربطين كومة بسلاسة يقول لا يمكننا انا يقافا قاعد يهيج ويثور فيهم طلقوا عليه طلقات بالهبل وتحت ما يبون يتسلق وتسلق ويوم وصل فوق يطلقون عيه يربطون يبون يوقفون باي طريقة كانت مو قادرين يقفون هذا الوحش الكاسر بارثلوميو كومة اللي لاحظوه هم هم يربطون الرجال يعني لازل يحاول يتحرك يمشي يبيروح مكان ما فهم قاعد يقولون انه يحاول الذهاب الى مكان ما فهم يعتقدون انه يحاول يهجم على قصر بنجايا على احد القروسي شي كذا مكان ما هنا يعني داخل مريجوة ولا ليش تسلق الجبل وصعد الى مريجوة حاول 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 يتسلص منهم مبراضين يخلونا على طول عطاهم واحدة أرصص شك بوف يرسلها ويرسلها وبعدين يطلق عليهم ويصير فيجار مدمر جدا أول مراش من الضربة هذه كانت فترينر بارك يوم طير طاقة منه في ربعة كلهم وفجر الدنيا كلها مسح المكان كلها فالضربة دي جات في مريجوة بجوار قصر بنجايا والمباني والأراضي المرصعة والعرض المرصوصة بالرخام وكذا كلها تتكسر وتتفجر وجايب لنا الكاتب برضي لما يكون جالس على رقبته وجاثي على رقبته وقاعد يلهذ يعني مرة منتهي بس قاعد يحاول والدمار كذا والغبار عندما انقشع الغبار ظهرت شخصية كذا قاعد تتفجر تقول له ما الذي تفعله على غرار هجوم الجيش الثوار السابق يعني تو جيش الثوار هجموا علينا تكلم عن سابو ورابعة كراسنو وشل كلهم لم يحدث دمار لمريجوة كهذا في التاريخ كله يا كوما ومين اللي ظهر قدامنا قائد أسطول البحرية أكاينو الأدميرال أكاينو بنفسه قائد الأسطول بنفسه جاءه وظهر قدامكم ويقول له شو قاعد تسوي ما قد صار مثل هذا الدمار في مريجوة من قبل واحد من الجنود ظهر وقاعد يقول قائد الأسطول ساكازوكي اللي هو يعني أكاينو ساكازوكي بس الكاتب لازم يورينا مدى حقارة وانحطاط تنين السماوية فظهر واحد منهم أخياء لكم من جنود متقاعسين ويلتبت على أكاينو اللي هو قائد أسطول البحرية قائد أسطول البحرية يقول له أوي أكاينو أمس طلبت أن يتعشى الكراكند اللي هو السلطعون أعتقد ولكنه لم يكن متوفرة الناس حرب وقتال والدنيا متدمرة وحالتنا حالة والرجال قاعد يقول أمس طلبت لابستر وما جاءه وما كان متوفر على العشاء يعني شف الوقاحة طبعا هذا بسبب الحصار اللي بسوي جيش التوري في نقص في المؤونة عند ماريجو بشكل مطبيعي ويلت بس واحد من التريني السماوية اللي قاعد يقول ذلك الكلام وخلاص أكثر من واحد جايين متجمعين وكانوا قاعدين يتدمرون يعني يا كمية البجاحة في ذا المؤونة لم نسمع بهذا يحدث من قبل ما الذي حدث اللي مؤونة ماريجو شون أطلب شي ومش متوفر بلا 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 يعني إهانة عيب شلون شلون وهذا يقول هذا ليس الوقت بمناسب إنني مصاب الآن أسرع وأعدم هذا العبد كما حالا يعني الدنيا حرب مولعا والجماعة يعني يتدمرون بطريقة نرفز نرفز بشكل مطبيعي طلع أكاينو طبعا موش معبرهم ولا معطيب أي بال وقاعد يكلم كما يقول لها اسمع كما وكانت طبعا يوريك كما قد إنه وقاعد كذا يطلع لتبع مسات كذا في راسك أهرب يعني السيستم عنده مو مضروب إلا اللي بعد المضروب وأكاينو يكلم يقول لها اسمع كما اللي من استطاع التحكم بك إذا أنت يعني تحت السيطرة وقد نسوي عليك كنترول فلا يمكن أني ترك شخص خطير مثلك حرا طليقة المفروض إن وعيك تلاشى منذ زمن يعني أنت ما عد عندك وعي ما عد عندك هوية ما عد عندك شخصية ما عد عندك ذكريات هذا الشي صار قبل السنتين يوم قالوا بعد السنتين يمجا وقالوا إنه خلاص ما سحد ذكرته طب من يومنا يظهر في حرب المارينفورد أصلا وكانت ممسوحة ذكرته قبل السنتين وقالوا إنه خلاص لم يععد هو كما الشخص السابق طبعا حركته حاليا حركة كما إنه يتحرك من تلقاء نفسه وجاي يهجم على مريجي وبنسبة الأكاينو توحي إنه لا الرجال مو آلي تحت السيطرة توحي إنه لا عنده وعي عنده أدراك قاعد يبسوي شي معين وشو الهدف اللي بيسعاله الشي اللي بيسويه ما أدو بس أنت كشخص بقوتك وخطورتك والتكنولوجيا اللي بيك إنك بس بسته نفس الوقت الشيشي بكاي وعندك فاكهة شيطان بالقوة اللي عندك هذه بالمعلومات ما أقدر خليك حر طبعا أكاينو قلت ذلك الكلام هذا بده تتحول إلى حمم يتصب منها اللابة طبعا أكاينو قاعد يصرخ ضربة نفس ضربة اللي أعطاها اللحية البيضاء عرب المريد فوردي اللي شالت ربع وجه اللحية البيضاء وهنا فعلا قدر يذوب جزء كبير من وجه برثلمي كما وبدأ يصب من وجه برثلمي كما الدم مع العلم إنه كان فيه مؤثر تفادي يعني إنه كما فعليا تفادي الضربة ومع ذلك مرت جنب وجه وحرقت نصف وجه وربع وجه العلوي فما بالك لو إنه ما تفاد كان يعني الكلب أكاينو هاجم على وجه كان بذوب وجه بالكامل طبعا أن أكاينو هنا تجاوز كما كما صار خلفه بس شاف الدم اللي طلع من وجه كما فنصدنا مقل أوه يبدو أنك ما زل تنزف كالأشخاص الطبيعيين يعني ما أنت بآلة بالكامل لا لا يزال جسمك طلع دماء الصدمة بالنسبة له يوم التفت أكاينو على كما شاف كما رطج رجع يركض يهرم يعني خلاك كاينو وراه وانطلق اندفع قدام هو حاليا ما يدري هو وين بيروح أصلا بس شوفه قاعد يركض فلتفت عليه قال أتوقف يا كما في هذه اللحظة أطلق طلقة على رجل كما وأعتقد أنه قطع رجله قطع رجله بالحمم بالضربة اللي جاتوا على الحمم ولكن بعد على طول كما ضرب نفس الضربة اللي كذي اختفى على طول وطار في الهواء الحركة اللي سوها على زوره على لوفه عطقبله في كلهم يطير هم رجع طير نفسه من جديد وفي هذه اللحظة تجي لقطة صادمة جدا 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 فلاشباك ما توقعنا أن الكاتب يظهر لناسي بعد حرب المريفورد جاب لنا الكاتب جولي ريبوني كانت تبكي بحرقة على أبوها يقول لن أسمحه أبدا كيف ذاك الوقت نظنها تبكي على اللحة اللي بيضاء وأنها غاضب حقدة على البلاك بيرد ولكن في الواقع البلاك بيرد اعتقلها بطريقتنا وفي أخرى وحاول يفاوض حكومة العالم أبها وطالب من حكومة العالم سفينة حربية ضخمة جاه طبعا السفينة حربية أكاينو حرب البلاك بيرد تترك جولي ريبوني واعتقلوها البحرية من جديد في ذاك المشهد ما ظهر من قبل طوي يظهر للكاتب الآن ذكريات لأكاينو ويتحاور مع جولي ريبوني يقول لها مهما بكيتي فلن يعود وعي الوعي حكما أبدا هو اللي هو كومة نفسه هو من طلب أن يتم تحويله إلى سلاح حرب مو أحلى اللي حولنا هو اللي طلب فلنه مهما بكيتي لا تتعبين نفسه ما رح يرجع وجاءب لك المشهد كذا أكاينو يذكر المشهد بحرقة يعني كاذب محال أن يطلب هذا بنفسه مستحيل أن أبوي يطلب هذا الشي بنفسه من المستحيل أن يتخلى عنه لاحظ الكاتب وريك الذكريات دي الحين عشان تربط كومة حاليا يمصعد المريج وانقفز وانطلق من جديد وين يبيروح طبعا هذا الكلام أنا قلت أكثر من مرة من قبل أن اللحظة اللي انطلق فيها كومة من على جزيرة الثوار طبعا مش في العالم الجديد هي في البرادايز جزيرة الثوار الحالية لجزيرة كومة مملكة كما بقى ما شاسبهم الزبدة انطلق من هناك قلت أنا أنه موجه على أجهد بس طائر فطري ريد لاين طلع في وجهه فطع صدا فيه فطر يتسلق قبل كامل يصعدين فوق عشان يقدر يضرب نفسه من جديد ويكمل رحلتها إلى أجهد ولهذا السبب قاعد يتذكر أكاين اللقطة هذه إن حاليا كومة وين رايح رايح البنت اللي بنته قالت مستحيل أن يتخلى عني شوف الربط المجنون من الكاتب وإبداء الكاتب إنه خلاص حين تأكدنا إنه كومة مو جاي المريجي ومو جاي نفذ مهما جاي بينقذ بنته طبعا تحرك كومة للي ناسي قبل فترة التوقف هذه سبع فصول أو تسع فصول اللي طلع في الكاتب ورنش اللي صاير معه قارب وشانكس وبلكبيرد قبل هذا كله أول ما وصل روبلوتشي كان معه السرافيم حق كومة النسخة المستنسخة من الشيشبكاي كومة والسرافيم كان ينقل المعلومات ينقل الداتا كلها إلى الارشيف بانك واللي على الأغلب كومة أيضا مربوط فيها ففي اللحظة اللي روبلوتشي الحقير قال جاء علم أن جولاني ريبوني موجود على جزيرة إقهد وأعطى الأمر قال اقتلوها ما تهمني اقتلوها إذا شفتوها برضلم يقوم الحقيقي لأبوها الحقيقي رغم أن باسفستر رغم أن تم تحويله لسلاح حربي بالكامل انطار انطار يركض وضرب نفسه وضار طول ديك الفترة واصطدم في الريد لاين وتسلق الريد لاين حلين مريجو بعد أن ضرب نفسه وضربه عشان ينتقل إلى إقهد وهالكلام صار يوم اللي قابله فحاليا ببسط المعركة لو دخل كما في أي لحظة في أي لحظة والأخص رح يدخل على الأغلب قدام بنته عشان يحمي بنته من أي هجوم حاليا بنته موجودة داخل المعمل طابق المعمل فبيكون منطقي جدا لأن الحادثة دي ينضرب نفسه قبلها بيوم فاجأة جاء طبعا كالعادة الحقيرين التالي سموية قاعد يصرخون على أكاينه أوي أين كما كيف شخص بمثل منصبك يفشر بالقبض ألي شون واحد منصبك قائد أسطول تفشر بالقبض على كما فرد أكاينه بكل برود وأين عساه يذهب وين بيروح يعني شخص كالدمية فقد وعيه وإرادته وكل ما يملك ما عاد عنده شيء وين بيروح بيروح البنته ووحوش البحر المسلحة طبعا الأمر أريد يجي البسافيستر الاصدار الثالث الخمسين نسخة كلهم منهم يهجمون برضو على وحوش البحر والسفن كلها قاعدة تطلق على وحوش البحر طفش طاع طوز طين فتشوف وحوش البحر قاعدين تسقطون في البحر واحد ورد تالي متدمرين كذا خربانين متكسرين خلاص يعني جلد وجل ويجيك المشهد الثاني إن كل الجيوش أو كل الأساطين البحرية والجنود انزلوا فعلا على الجزيرة فكلهم إلى طابق المصنع سيطروا على الجزيرة خلاص وتقرير ثالي الأدميرال كيزارو أريدي اخترق طابق ما عمل الأبحاث ما عمل الأبحاث هو لفوق الغيوم طبعا ويجي للفريم اللي بعده إنه القتال ما بين الأدميرال كيزارو أحد أقوى مقاتلين للبحرية في مواجهة ليونكو لوفي ولوفي كان في القير الرابع طور سنيك مال لماذا؟ إنه أحد أسرع على الأطوار اللي عند لوفي وقاعد يقاتل شخص بسرعة الضوة فلازم يستخدم أسرع تقنية عنده وكيزارو رغم أنه قاعد يطلق قاعد يشوف لوفي قاعد يضرب يضرب فيه الصدالة ولوفي يدينا كلها مغطاب بالحك عشان يقدر يضرب كيزارو فكيزارو يقول كما هو متوقع من الرجل الذي حزم كايدو لست خصما سهلا يعني فعلا أنت مو خصم سهل بمشي هذا الشيء اللي كنا نقول وكل متوقعينه أن لوفي الآن سيستطيع مقاراته ومجرات كيزارو رغم أنه أدميرال بس بيستطيع مقاراته بعدين كمل كيزارو وقال ولكن لماذا قرصان مثلك يحاول حماية فيجابانك دكتور فيجابانك يرد عني لوفي يقول لا تطرح سؤالي قبلي سؤالي أنا لماذا تحاولون قتل العجوز ذو التفاحة وأنه تفاحة أبل لا عمزة عمزة على أساس أنه الخبل فيجابانك قص راسه وحط لها تفاحة فيها زي العمود زي الأنتانا عشان يأخذ الاتصال بالأركابس حقه الأرشيب حقه فهو قاعد يقول له ليش لا بتقتل العجوز ذو التفاحة والقتال محتدم بينهم لوفي قاعد يطلق طف قاعد يضرب وذي يطلق عليه بالليزر ولوفي قاعد يصد ضربات الليزر بالسنيكمان أجأة كيزارو وقال قتلها مصدوم من كلمتنا يعني أننا نحاول قتلها وبزي كذا طار وطلع بر الحاجز لأن الليزر ضو يقدر يمر من الحاجز بكل بساطة فالوفي قال كذا وقف إلى أي مدى سيطير يعني قاعد يستشعر فيه بالهكي وقاعد يشوفه قاعد يطير بعد مسافة بعيدة مرة طلع بر الحاجز بل مو بر الحاجز وصل بر الجزيرة أصلا شوف مكان كيزارو المرسوم والجزيرة بعيدة عننا تحت كذا طار في الهواء وقاعد كيزارو يقول لا أريد قتلها بالطبع فنحن الرفاق منذ زمن طويل الكلام طبعا اللي قاعد يقول هذا اللي هو ما بقاعد يسمع اللي هو في الجزيرة بداخل طبق المعمل وانت في السماء على بعد كيلو تقريبا الكلمة هذه غريبة جدا لأن المفروض كيزارو عنده أمر أنه يقتل فيجابانك فشون يقول لا أريد قتله يعني هل هل هو جاي هنا عشان ينقذ دكتور فيجابانك هل بيغير قرار زحل وما رح يقتد فيجابانك بساعدها الهرب بينقذها طيب ليش يتقعد قاتل لوفي إذا ما نكتدر إنه لوفي هو اللي يحاول ينقذها فعلا في شي غلط يقول لها لذا هل لا توقفت أو كففت عن اعتاد الطريق ينتقى عن اعتاد الطريق فالتسارع هو القوة بعدين بس 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 طالق ضو حقه بسرعة الليزر زي الصاروخ وجاء الطاير على لوفي بسرعة الضو وميض بسرعة الضو طبعا لوفي الوميض يوم كذا ولع النور في عدو وقدر شوف قاعد يهطي ديري كذا وقدر شوف شو إلا فركلة من كيزارو ملعونة سريعة بسرعة الضو طيّرت لوفي تطيير وقتها الليلة كانت تزالت تتحكم بالآلي اللي هو فيجافورس ولتفتت على ورقة ناني ماذا وفي اللحظة هذه قبل أن يصطدم لوفي بالآلي كيزارو جاءت الفلاشباك لطيف ضريف كان بينه وبين دكتور فيجابانك أن دكتور فيجابانك يقول لها نجحت في صنع فيجافورس ون استطعت صنع حلم البشرية روبوت آلي عملاق طبعا راعد العملاق ذكرياتنا يعني فعلا فعلا دكتور فيجابانك مجنون بالروبوت والعمالقة بشكل مطبيعي ويجيك لوفي كذا وطاير بوضع الهك يصطدم بالآلي عند باطنه تقريبا ويقصن الصين النصف العلوي كان شايل صنيقو والنصف الصف اللي رجوله تفصلت فطاح الآلي كذا على ظهره المصيبة مو كذا المصيبة أن لوفي كمل انطلاقته من قوة الركلة ويصطدم بالحاجز الحاجز اللي مصنوع من الليزر اللي مرضي يطلق عليك الليزر وصار زي الانفجار القوي جدا وهنا جاءت الصدمة أن لوفي تقريبا عبر الحاجز بس جاءت طلقات ليزر قوية جدا من الحاجز وفرانكي ومعاه جونر يبوني يطاروا في الهواء وفرانكي يصرخ لوفي طاح الآلي في الأرض وطاحت السفينة بالجوار طبعا الشيء اللي خفف الصدمة النمطحين على غيوم سحاب ولا كان تدمرت السفينة أصلا ليل الثعت تركض جدا فرانكي بوني اهربوا فيغافورس على وشك أن ببببا الآلي فيغافورس لأنه انكسر وتدمر فانفجر طبعا بدأ يتكلمون واحد وراء الثاني علم عن ليل الث فرانكي وبوني جوليري بوني ليل الث غاضب جدا تقول تبلق تدمر الروبوت أحلام من فيغافورس لأنه تعرف أن دكتور فيغامون كان عندها حلم ذا الشيء وحق يقف فعلا مصنعا وفرانكي يقول هذا لي يختفر ماذا عن سفينات سنيقو طائحة هذه تكسرة بعدين تلقت صبات مسموب كبيرة يعني وبوني تقول لقد ركل قبعة القش بعيدا يعني الركل لوفي طيار بعيد مرة فرانكي التفت عليه غاضب كيزارو أيها الواغد ويجي كيزارو بلهجته بطريقة الغبية قد كبرت كثيرا يا بوني الأطفال يكبرون بزرعة هذه الأيام لا شك أنك تحقدين على دكتور فيغابانك صحيح لدي أوامر بالتخلص منه لاحظ هو يقول أنا ما جيت هنا لقاتلها بس جاي يقول عندي أوامر للتخلص منه كأن فعلا زي ما قلنا عند أوامر بس ما يبي يتنفذها وما يبي يطبقها أصلا بوني سكي ما ديش إني الضربة هذي كانت بتصغر بتكبر ما أديش يستطعنا القاتلة بس الطعنة مرت زي الهواء يعني لأنه ضوء لوقيا بعدين قال لها مهلا لا تجبريني على القيام بشي لم أمر بها يعني أنا ما عندي أوامر أني أقتلش أنت أو يهجم عليش أنت بس إذا تجبرين على ذا الشي يعني وأمس أحد معارفي بالسو يعني أنت واحد من الكوينتس واحد من المعارف اللي تعرفت عليها بس بأذيك بأمس وفجأة الضوء اختفى ورجع تجمع من جديد وراء رأسها بشكل رجل رجل كيزار وضوئية وفركل من الضوء في رقبتها من وراء كذا بوم طير رجل ريبوني ويطير فيها وتصرخ لحظة هناك وين ودها على الحاجز برضه طارت وصقعت في الحاجز هل تجاوزت الحاجز اخترقت اطلعت بره ولا لا تزال داخل الحاجز ما ندري هنا طبعا فرانكي غضب بحده قال كيزار وإيوه العين رادي كال قعد دمج دين بيطلع الضوء بيطلق عليه إنه ضوء تطلق عليه طلقت ليزر شو بتأثر فيه ما أدري فاجأة قال نعني وين روح وين اختفى فاجأ اختفى من قدام بعدين الليلث قالت أي عقل أن الجسد الأساسي في خطر يعني بتكلم عن العجوز فيجابانك لأنه المستهدف أصلا فبدأ على طول فرانكي يصرخ تسمعوني في غرفة التحكم برب كاتشا فتح اسب على طول الاتصال انتقل ما شهد طابق معمل الابحاث طبعا داخل غرفة التحكم واسب يرد على فرانكي هل أنتم بخير يا فرانكي سمعنا دوي انفجار مرة قوي من جهتكم شو صار عندكم مش صاير شو أظهر للكاتب دكتور فيجابانك مع ايدسون وأطلس يفرحون كذا لقد نجح لحللنا الشفرة فنامي تقول حقا وأطلس ترد على يورك هل رأيت يا روك يورك لقد نجح لقد نجح لقد نقول لا القمي ويورك محص تقول ما هذا تب لكم أي العباقرة يعني ثلاثة عباقرة وانتي واحدة حطتي باسورد مرح يفكون بيفكون بنت دكتور فيجابانك يصرخ على طول بس طعدنا بطال الحاجز الآن لأن نفكينا الباسورد لحطت فيجابانك فقد فجرت روبوت الأحلام العملاق يعني فيجابورس حقي العملاق روبوت الأحلام هذا فجرت خطتك طبعا كان يطير بك فسافة وليم بر الجزيرة بعدين كود باعص تحجون في شاء لات خربت عليك الناس كلها صرخت وووو كيزارو متى وصلت إلى هنا وسبو يقول قد انتهى أمرنا وكلهم محترين وكيزارو نفس إطالتها ما بالمهمة ذي تطول وتأخذ وقت أكثر من اللازم شويل ظهر صوت من وراء تضخم بعدين قاعد يقول كذا آه هذا مؤلم إنه مؤلم طبعا دكتور فيجابانك وفاكعت عيونه شويل لوفي داخل بيد العملاقة كذا ويمسك كيزارو وغمانك كيزارو ضوء كيزارو ضوء المرضى ما تقدر تمسك ومع ذلك لوفي رسم هل لأن لوفي عندك خاصين يحول أي شي يمسك إلى مطاط فحول جسد كيزارو إلى مطاط ومسك هل لأن لوفي يستطيع تخيل أي شي أنا تخيل أني أقدر أمسك البرق مساكته البرق عبارة عن كهرب ضوء أنا تخيل أني أمسكك أقدر أمسكك كل الاحتمالات هذه ورده يمكن حتى في أكثر من كذا ما ندري كيف استطاع لوفي يمسك كيزارو ولكن أول مسك قال آه كان هذا ساخنا يعني الضرب اللي جاني كان حار ساخن الصاد ما هنا وش وإن كيزارو طبعا زي المصدوم كذا متفاجأ من نمسكها ولكن دكتور فيغا بانكو نامي وسب كلهم عيونهم بطلعت بالمكان ومصد قلنا لوفي بالشكل الإيقاظ القير الخامس هيئة الإقاظ قبض على كيزارو كذا كأن لعبة دمية قدامك بعدين كيزارو بكل برود ها قد أتى أهذا يعني هل هذي هيئة الإقاظ مصدوم جدا لوفي رد اللي قال كيف تأجر على قذف في للأسفل حط أربع خطوط على كلمة للأسفل وقال عبرت الحاجز مرتين ظنان تونيس أمو يعني عبر الحاجز يمركله وطلع بره الحاجز ونزل لمكانا ما في الأسفل وآيقظ ثقه وبعدين رجع واخترق الحاجز مرتين ودخل فلوفي يخترق الحاجز مرتين فطلق عليه الليزر ونضرب بالليزر مرتين فقبل المعركة قبل السكب والظهور الأربع فصول كاكو حاول يعبر من الحاجز جاء طلقة الليزر نزل لنا بتفحم شبه ميت فلوفي علينا عبر الحاجز مرتين طالع داخل وينصاق بالليزر وينضرب بالليزر ماتلك مرة فكل اللي كنا نعتقد أن القبة منيعة ولا هتقدر يخترق طالع الكلام مو صحيح تقدر لو جيت بقوة خارقة زي لزوم زي لوفي يعني وهو مركول للخارج كانت بسرعة تضور فقوة خلت يطلع غصب وراجع بالإيقاظ فطبيعي قدر يخترق أيضا الصدمة مهنة صدمة ركلة كزر وراح وين بببب وطح في الأسفل قال أنا ركلتني للأسفل يعني قلت لكم خطوط حمر فلوفي نزل إلى طابق المصنع مش طابق الأبحاث نزل تحت الغيوم طابق المصنع ونزل جنب شيء مرة 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 مميز واللي آخر فريمين في الفصل انتهت عليه الكاتب ورانا الروبوت اللي جاي من الحضارة المندثرة المملكة المزديرة القرن المفقود قبل 800 سنة العملاق الآلي اللي كل عليه الطحالب واللي حاول دكتور فيغا بنك على مدى 20-30 سنة أنه يشغل بأي مصدر طاقة ممكنة ما يشتغل ولا تحرك ولا قدر يسل فيه أي شيء هذا الآلي اللي صعد إلى مريجو قبل 200 سنة ودمرها وبعدها طفا فضت طاقة طفا وتوقف عن الهجوم فحاليا الآلي هذا بعد ما سمعت دقات قرعة طبول بعد ما اوقظت فاكهة لوفي بالجوار منه يجيك الكاتب يسوي زوم على وجه وعنده عيونه ولعت عيونه اشتغل الآلي اللي تم خامد 200 سنة تم قبل بعد المملكة المزدهرة خامد أو طاف في المدة 600 سنة وقبل 200 سنة تشتغل وتحرك وصعد مريجو وبعدها الطفا هناك إلا نفضت البطارية حقا نفس الشيء الآن بعد 200 سنة من ذلك الحادثة رجعت عيونه توهجت من جديد واشتغل بفضل أن لوفي أيقظ الفاكهة بالجوار منه لوفي قال أنا سقطت الأسفل اشتغلت فاكهتها صحة الآلي مباشرة طيب نعم هذا الكلام صحيح بس يومي قاتل روبلوشي ما كان في طابق طابق المعمل كان على الشاطئ روبلوشي كان هو نازل على الجزيرة ولوفي جاء عنده قدامه ويقض الفاكهة وقاتله فترة بسيطة وبعدين لوفي طفل الفاكهة ومشى هالمرة لا لوفي سقط بالأسفل وعلى الأغلب في مكان قريب جدا من الآلي فهما استيقظت فاكهتها بجوار الآلي الآلي استمت طاقتها من فاكهة حاكم الشمس في الطاقة اللي جاتها من عندها خلتها يشتغل وانتهى مش نشاهد على كذا والحمد لله الحمد لله في فصل الأسبوع القادم وفي فصل الأسبوع اللي بعد المفروض يعني من الأسبوعين وربع الفصول بدون توقف فبيشوف أحداث نارية انشطارية مشتعلة قادمة في الفصول القادمة إن شاء الله يعني أنا بس أبيعرف كيف الآلي هذا يشتغل بعد ما تم خامد المدة مئتين سنة كيف لو يقدر يشحنه بالطاقة رغم أنه دكتور فيقابانك تم عشرين سنة يحاول يشحنه بأي طاقة ممكنة ومقادر يشحنه ولا مقادر يشعل أو يشغل هذا الأهلي وبكذا كنت وصل لن نهاية هذا الانطباع الجميل والراعة متمنى أنكم استمتعتما أعتذر أنه كان قصير طبعا يعني متأكدين الفصل جاي بيكمل القتال له في الآن أخيرا بالإيقاظ بكامل قوته في مواجهة كيزارو ولازم يقاتل كيزارو بكامل قوته لكيزارو جاي بي يقتل دكتور فيقابانك مع أنه لمح قال أنا لا أريد قاتله ما أدري هل فعلا بس مجرد أني ما أبي ولكني مجبر أقتله أم أنه قاعد يقول لا أنا بيجي جنبه عشان يعني أنا توقف طريقي لأني بيجي جنبه بحاول أساعده بحاول أنقذها بفزع وياه بس ما أبي حكومة العالم ما أبي يعني القروس إذا يدرون أنا قاعدة ساعدة ما أنا أدري يعني ننتظر ونرى كيف الأحداث بتصير التويست هل كيزارو كلب الحكومة المخلص اللي ينفذوا بينهم كلها أم أنه في الانبيكلاب عليهم في آخر الوقت كل شيء وارد في الختام قولوا معاي سبحانك الله وحمدك أشهدوا الليلة لأنت ستغفر كاتب إليك تصور اشتراك واللايك والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة